السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سا passed 10 highest السبعة السبعة مسترد Test يجب ان تقوم بحاجات من sinnية من الشهر و 19 و 20 و 21 ردوكم تخلصوا بالخميس 13 جوان يعني الخلصة تحديدونها في الحساب البريدي تحديدون الناس اللي تخلص موالف في 22 في الشهر و 23 و 24 و 25 و 26 من نفس الشهر راح تحديدون الخلصة بالجمعة 14 نجوان طبعا مراكز البريد راح تكون مفتوحة كلها لاستقبال زبائنها المتقاعدين وكان كثير اللي يسألني على هذا السؤال هل راح نلقوا البريد مفتوح ولا لا نقول لكم نعم راح تلقوه مفتوح باش يعني يحطوا لكم الخلاصنتعكم بهته الزوهولي يعني عنده بطاقة البطاقة الذهبية ممكن يهزها بالبطاقة الذهبية عادي كايلي خلالي تعليقات في القناة راح نحاول نجاوب عليهم بالواحد كايلي اترك لي سؤال قلي أنا نخلص ميون و 750 ما زادوا لي ولو خويبا يزيدوك في التقاعد بتاعك لازم تقفل 18 شهر يمكن انت متقاعد جديد فلهذا يعني ما يعطوكش هذك هذك يسمى تثمين طبعا التثمين سانوي والتثمين سانوي قانون تاعه لازم تكون عندك 18 شهر انت قاعد باش تقدر تهز هذك التثمين هذا هو راحوا للسؤال الاخر وهذا سؤال ما كينوالو هذا يقضع القانون الاساسي للعمال والوظيف العمومي يعني دخلت هذا السؤال في هذا الموضوع لكن انه مهم جدا راح نجاوبك خويا اه طبعا هنا الشي اللي قلت انا في الفيديو قلت بانه هذا الفيديو او هذا القرار قالوا راح هو فوق الطاولة ورح نناقشوه ونحطوه يعني بعين الاعتبار يعني في الدراسة انتعنا وراح يفرج عن قريب فقط على نقولك معنا كملوا الفيديو كامل واسمعوا الكلام اللي نقوله وبه تفهموا فقط الموضوع انتعال الفيديو انتو يعني تشوفوا فقط العنوان ويعني ما تعمقوش في الفيديو تفهموا الكلام اللي نقوله وكاني ترك لي تعليق اللي ما عاش تايزو زملاين وتخلي فقط مية وثمانين الف ولا مية وثمانتاش نالف يعني زيادة يعني زيادة انه هذا التثمين يمكن اكي ما يخصكمش لانك عادة متقاعد جديد وما زلت ماكملش تمنتاش نالف يعني نفس الجواب رح نجاوبك على السؤال بتاع الاخ لي اسبقك يعني هذا القانون القانون يونس انه لازم تكمل بعد خروجك متقاعد تمنتاش نالف بس يمدوا لك يعني هذيك التثمين وهذيك الزيادة تفهمنا اه هي صح قالي كونا ننتظروا مبالغ كبيرة لكن مبالغ قلت انه غير حاجة قليلة وطبعي حبينا زيادة تكون شوية اكثر من هك خمسمائة فما فوق كاينة زيادة خمسمائة وستمائة وسبعمائة حسب الراتب بتاعك صح كاينة وكل واحد على حسب الراتب بتاعه يزيدول وطبعا ولانه النسبة المعاوية هذيك تختلف من واحد الاخر اذا اكيد تختلف راح تكون زيادة مختلفة من عند واحد الاخر ممكن مئتين منكم ثلاثة مئة وخمسين منكم مئة ومئة الف ممكن مئة وعشرين وقالوني كذلك كون النسبة هذه معاش بتناش ونسبة قليلة بزاف او تصدمنا وما كوناش حاطينها هكي منها يعني عندكم الحق وش رح نقولكم اذيك الزيادة ما تجيب شعشالي لا صح عليها راني نقولكم راهي ما طالبنا مزالة نطالبو في رئيس الجمهورية نتمنى تم كذلك خلوا ارعكم تحت الفيديو والطالبو رئيس الجمهورية باش يديرلكم يعني يديرلكم زيادة استثنائية طبعا خاصة لهذه الفئة الهشة اللي راتب تحتها يكون ضعيف والتثمين طبعا يديرهم زيادة استثنائية خاصة بهم باش يطلعون في الصلاق تحتها وعالاقل يعني زيادة تكون خمسمية ستمائة تلف يعني سبعمائة تلف لاش لا لانه كما حكينا قبل وتكلمنا على القدرة الشرائية يعني رايز زيدة بزاف وهذاك الغلاء اللي راه كاين او رايز عايشين احنا يعني كمجتمع جزائري فوق الطاقة على هذاك الانسان البسيط العامل البسيط والمتقاعد كذلك يعني التقاعه البسيط لو ما يلحقش مع ارتفاع الاسعار وتدني القدرة الشرائية يعني راح تكون تدهور يعني في المعيشة وهذاك المواطن البسيط اللي حي خلصها مسكين ما لقاش روحه في هذا الوقت رانا عايشينه جاني سؤال على المعاش المعاش المنقول وحده قلت لي انا وامي واختي ابي توفى ورانا نهزو هذاك المعاش يعني راح يتكسم علينا كل ولا كيفا راح يزيدونا ولا ما زيدونا شوف اختي العزيزة هذاك المعاش المنقول اكيد راح نلاعوت انتم ما ما كمش متزوجات وما كمش خدامات اكيد هذاك المعاش راح يتقسم عليكم وكل طبعا هذي الدولة حسابات هاي اللي تحملها المسؤولين هذوك هما راح يديرو الحساب هذوك هما يعرفوا اش حال تكون تقسيم يعني تعذاك المعاش المنقول وزيادة من القذبش عليك ما يجي حاجة كبيرة بزاف يعني يباش ما يعني كيفاش نقوله من الغدوة ممكن فيه قرارات اخرى ممكن انصف لانو شوفوا مع الوقت يمكن يكون فيه تغيرات ممكن تكون فيه حواج جديدة راح تنزل ممكن حواج تلغيوها يعني من قدرش نعطوكم يعني حاجة هادرها غير هكاك ومبعتها حاجة وعدو خبش من بنوش في وجه الصورة يعني كاذبين وتقولون بالمراء اللي لا تكدبوا وتجيبونا غير فالحضائر من هم افهمته اذا ه ايole ارجو لانو اه زيادة تثمين تاع هذا العام لانو جاء صغير يعني يا راح و حاجة قليلة لانو تثمين سنوي وهذا التثمين السنوي كمانا عفو اوو وهذاك المتقعد كل عام ويمكن يتغير ان شاء الله العام الجاي ويمكن ليزيدو فيه اكثر طبعا هذا لحسب الصندوق التأقاد هو ليقرر حال تكون هذه النسبة المئوية وهذا طبعا يرجع للميزانية نتاع الدولة كما أصرح بها رئيس الجمهورية عبد نجيد تبون قال أي حاجة تكون زيادة أو تثمينات زيادة استثنائية ترقية هذه الأمور كلها تخرج من الميزانية الخزينة تاع الدولة طبعا دايما نرجع وندرسها باش عاد نقرر أي قرار وإذا دينا قرار هي مثل الناس كل لكن الرئيس الجمهورية هذا العام طلع طلع شوية في هذه النسبة المئوية يعني كانت نسبة خمسة بالمئة وثلاثة بالمئة وثلاثة بالمئة العام هذا درها من عشرة حتى الخمستاش بالمئة طبعا باستثناء ربعتاش بالمئة هذه ألغوها ما نعرف عليه وش هو السبب إذن يعلم الله إن شاء الله بربي هذه النسبة تبقى ولا إن شاء الله تزيد أكثر من هك على الأقل يعني تحسل مع المعاشرة هذه المتقاعد وكذلك نطلبه بإلغاء الضريبة أو تخفيضها على الأقل على هذه المتقاعد لأنه عمره كامل هو يخدم وصل بعد ثلاثين سنة عمل فيها براكات يعني خلاص خرجه على التقاعد ألا تنحوله من التقاعد وتعوه تخلوه هذه الضريبة على التقاعد وتعوه يعني ما يرضيها العرب بلا عبده إذن الزيادة الإثنائية طبعا جاية كما قلنا بإذن الله في 2025 2026 2027 هذا كما أصرح به رئيس الجمهورية أو قال وصرح بلسانه أنا الزيادة للكل يعني المتقاعد والموظف أجمع مش المتقاعد فقط المتقاعد والموظف راح يتحسب له طبعا في الرواد بتاعه المعاش والموظف هذاك وبإذن الله راح تلحق حتى المياه بالمياه بحول الله وربما راح تكون النسبة طبعا كيف عرفنا أنه النسبة كانت من 47 بالمياه حتى الوصل 53 بالمياه ويلحقها إن شاء الله المياه بالمياه إذن إن شاء الله الكل يستفيد والجميع يستفيد من هذه الزيادات يا رب العالمين وتصرفوهم بالصحة واللي هنا يا رب العالمين ونقولكم دايما نطالبوا بلغاء الضريبة أو على الأقل تخفيض الضريبة على المتقاعد دوما نخلي طليقاتكم على هذا الصدد بشارك الفيديو يطلع إن شاء الله هذا الفيديو وعملونا بالبصامات على الفيديو به يطلع ونوصل إن شاء الله للمسؤولين على الشلع دايما غايتنا أن نوصلوا كلامكم نوصلوا نداءاتكم لجهة المسورة إن شاء الله ما بقى لنقولكم غير تهالو في راحكم إلى فيديو آخر دم دم في رعاية له وحفظه وحفظه لما ترجمة نانسي قنقر